السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الفيديو اليوم رح نجربه التحديث الأخير من شركة AMOS I للوحة الأم سلسلة 400 مثل B450 والX470 بالنسبة للوحة الأم لأملكها هي B450 أم مورطال تيتانيوم من شركة AMOS I رح نجربه لها التحديث وهذا التحديث من خلالها رح تستطيع تشغيل معالجات AMD Ryzen 5000 ورح نشاهده إذا أمكننا تشغيل معالجات الAPU على هذا التحديث لأن لوحات سلسلة 500 يقول لا تدعم معالجات الAPU Ryzen 3000 وتدعم فقط معالجات الAPU 4000 ومعالجات Ryzen الجيل الثالث Zen 2 ومعالجات Ryzen الزين 3 اللي هي معالجات Ryzen الجيل الرابع Ryzen 5000 رح نحمل التحديث الأخير للوحة الأم من الموقع الرسمي لشركة AMOS I في الفيديو تعد يوم رح نشرحه طريقة تحديث البيوس للوحة الأم عن طريق الفلاش ديسك وفي نهاية الفيديو رح نعمل تحديث للوحة الأم عن طريق الفلاش باك بلاس أو الكيو فلاش بلاس الذي يمكنك من تحديث لوحة الأم ممكن بدون معالج وبدون رام وحتى بدون ظهور الشاشة أنا هنا حملت التحديث الأخير والتحديث ما قبل الأخير بالنسبة للتحديث الأخير اسمه AIG1 وبالنسبة للتحديث ما قبل الأخير هو AD إذا ادهر معايا أي مشكلة ممكن رح نرجع عن طريق خاصية الفلاش باك بلاس أو الكيو فلاش بلاس للتحديث ما قبل الأخير والآن رح نفكه الضغط على التحديث الأخير ونعمله في فلاش ديسك وهكذا رح نستطيع تحديث لوحة الأم من خلال البيوس عن طريق الفلاش ديسك فقط في البداية هذا هو البيوس للوحة الام اماس اي كما تشاهدون هذا هو التحديث ما قبل الاخير والان راح نروحوا الى الفلاش عن طريق ال اس بي فقط ندخلوا على الفلاش راح الحاسوب راح يعمل اعادة التشغيل لوحده ويشتغل ويدخل مباشرة على الفلاش ديس اللي رانا وضعين عليه التحديث هذا هو الفلاش ديس اللي عملنا عليه التحديث راح نضغط عليه هذا هو التحديث الاخير راح نعملوا التحديث هكذا ورح ننتظروا الى اعادة تشغيل الحاسوب ولما ينتهي من التحديث راح يعيد تشغيل نفسه الحاسوب ونشاهدوا اذا ظهرت معنا الصورة ام لا كما تشاهدون التحديث تم بنجاح ارانا في التحديث الاخير اي جي وان هذا التحديث اللي معالجات ريزن 5000 وظهر معنا البيوس على المعالج ريزن 5400 جي معالج من معالجات ال اي بي او 3000 الف كما تشاهدون روحوا الى الخاصية الجديدة اللي هي تظهر معنا في بيوس وهي كما راكم تشاهدو خاصية روسايز بار دهرت معنا بالنسبة للخاصية التانية كانت موجودة معنا الخاصة بالمينغ والخاصية لذهرت معنا هي روسايز بار لما رح تضع الفأراء على هادي الخاصية رح تظهر معك هنا ما هادي الخاصية هي ميموري لما تفعل روسايز بار رح تتفعل مباشرة معها. ورح من خلال رح تصل الى سمارت اكسس اللي تكلمت عليها ايم دي. وهكذا رح يستطيع المعالج الوصول الى الفيرام الخاصة بكارت الشاشة. وهكذا رح يكون زيادة في الاداء بين كارت الشاشة والمعالج. وحنا رح نجرب هذه الخاصية على معالج من معالجات الاي بيو رايزة خمسة تيلف وربعمية جي والكارت الشاشة الار ايكس خمسمية وثمانين ونشاهدو اذا اعطتنا النتيجة على الويندوز. بعد ما فعلنا الخاصية رح اعمل سيف لالاعدادات ونرجعو الى الويندوز. كما تشاهدون هذا التحديد لم ياخدني الى الويندوز وقام بارجعي الى البيوز. معناه هذا التحديد لا يشتغل مع هذا المعالج وممكن تلك الخاصية اللي فعلتها. رح احاول نزع تلك الخاصيات على سمارت اكسس ميموري ونجربوه مرة اخرى. بعد التجربة رجعت الى البيوز ولم استطيع الوصول الى الويندوز. ممكن السبب هو التحديد هذا بيطا وممكن التحديد هذا لا تستطيع الوصول الى الويندوز عن طريق معالج من معالجات الاي بيو رايزن 3000. انا كنت انتظر في الصورة السوداء وهكذا اظهر معي البيوز لكن لم استطيع الوصول الى الويندوز لكن التحديد تم بنجاح للوحة الام البي 450 هكذا رح تستطيع تشغيل معالج من معالجات رايزن 5000 عادي على لوحة الام البي 450. والان رح ارجع الى التحديد ما قبل الاخير لكي اشغل المعالج تعيو لكي تظهر معايا الويندوز. وهكذا مباشرة من خلال البيوز وضعت التحديد اللي حملته ما قبل الاخير في نفس الفلاش ديس عن طريق حاسوب اخر. و رح نجربه التحديد ما قبل الاخير. وهكذا استطعت الرجوع الى التحديد ما قبل الاخير بدون خاصية الفلاش باك بلاس او خاصية الكيو فلاش بلاس. معناه من يمتلك لوحة البي 450 او ال ايكس ربعمية وسبعين. رح يعمل التحديد مع معالج الاي بيو ما رح يكون معها مشكل وخصوصا الناس اللي رح يتمتلك معالج من معالجات رايزن 3000 معناها التي تأتي بمعمالية الزين تو. رح يستطيع التحديد اللوحة الام عادي بدون اي مشكل و رح يشتغل معه المعالج على هذه اللوحة و ممكن يخلي ذلك التحديد و مع الوقت ممكن يغير المعالج تاعه ويجي بمعالج من معالجات رايزن 5000 و رح يشتغل ايضا على هذه اللوحة. بما اننا نتكلمنا على خاصية الفلاش باك بلاس او خاصية الكيو فلاش بلاس رح نعملوها الان. والان هذا هو الحاسوب بتاعنا كما تشاهدون حملت التحديد ما قبل الاخير وضعتها في فلاش ديسك و عملت الاسم امس اي النقطة روم بالنسبة للوحات امس اي ممكن رجوع الى دليل لوحة الام رح تقرأ في الدليل هما يقولوا لك ماذا توضع الاسم بالنسبة لوحة جيجا بايت ممكن تضع جيجا بايت النقطة روم بحروف كبيرة ايضا و رح تستطيع تحديد لوحة الام ايضا بدون معالج بدون رام و ممكن الحاسوب متوقف و رح تحدث اللوحة والان رح نوقف الحاسوب هكذا الحاسوب رح متوقف معنا كما تشاهدون بعد توقيف الحاسوب رح نضع الفلاش ديسك في المكان المناسب رح تشاهدوا هذا الاطار الابيض هنا رح نوضع الفلاش ديسك تعنا اذا كان الزير بعيدا قليلا ممكن عن طريق ابراء او اي شيء لادخاله في الداخل رح تضغط مرة واحدة هكذا على ذلك الزير راكم تشاهدوا في الضوء رح يعمل معنا للتحديث و الضوء اللي البيوس بقى مشتغل هكذا يقول لك راك في تحديث للبيوس راكم تشاهدوا الحاسوب اشتغل عادي لكن الكارت الشاشة لم تشتغل معي كما راكم تشاهدوا اللوحة رايتعمل في التحديث والصورة السوداء ما رح تظهر معكم الصورة لهذا قطلكم ممكن تحديث بدون شاشة ممكن ما توصلهاش بالشاشة بدون اي شيء رايتعمل في التحديث وهكذا حتى يعمل اعادة التشغيل رح تظهر معنا الصورة كما راكم تشاهدوا الحاسوب على تشغيل نفسه راكم تشاهدوا كارت شاشة اشتغلت معي الضوء التاحة ممكن رح تظهر معنا الصورة الان بعد اعادة تشغيل الحاسوب وهكذا كما تشاهدون التحديث تم بنجاح والصورة ظهرت معنا على الحاسوب راكم تشاهدوا تلقائيا وهذه هي الطريقة الصحيحة لعمل التحديث للوحة الام بدون معالج او بدون ارام توصل لوحة الام عن طريق الكاب 24 بين والكاب 8 بين وتشغل الباور سوبلاي وتضع الفلاش ديسك الموضوع فيه التحديث ورح اعطي لها الاسم المناسب تضغط مرة واحدة على ذلك الزر ورح تعمل معك التحديث مباشرة ممكن احد الاشخاص يشتري معالج من معالجات ريزن 5000 ورح يجيب لوحة من البي 450 او ال اكس 470 ورح يحط المعالج وما رح يشتغل معه ذلك المعالج رح يقوم بالتحديث عن طريق هذه التقنية او الخاصية معناه من يريد لوحة جيدة ورح يشغلها مع جميع معالجات ايام دي ريزن وما رح يواجه مشاكل للبيوس يشتري لوحة من اللوحات التي تحتوي على خاصية الفلاش باك بلاس او الكيو فلاش بلاس ممكن تجد لوحات اماس اي هذه في هذه الخاصية مثل لوحات اماس اي طوما هاوك ماكس او العادية ايضا في هذه الخاصية وممكن لوحات اماس اي البي 450 جيمينج بليس ماكس ايضا في هذه الخاصية ومورطال ماكس ايضا في هذه الخاصية الكثير من اللوحات الأخيرة لاماس اي تجد فيها هذه التقنية خصوصا نسل أصبحت تواجه مشاكل لما تشتري معالج جديد مع اللوحة قديمة لا يستطيع تشغيل المعالج حتى يجلي معالج قديم يشغله مع اللوحة ويعمل تحديث وهكذا يستطيع تركيب معالج جديد على اللوحة هذه التقنية ستسهل عليك الأمر أنا في أهل الأيام اشتريت لوحة الأمر B350 واشتريت معها معالج APU Ryzen 5 2400G وهذه اللوحة التي تحتوي على خاصية الـ Flash Bike Plus أو الـ Q Flash Plus أصبحت أبحث على معالج قديم لتحديث اللوحة لكي نوضع عليها المعالج هذا احتوجت محل عنده معالج مستعمل من معالجات Ryzen G الأول وضعنا المعالج على تلك اللوحة وقمنا بالتحديث الأخير للوحة وهكذا رجعت أشغل معالجتي على الـ B350 وكما اشتوه هذا والفيديو الثانية على اليوم إن شاء الله يكون أعجبكم فيديو إذا أعجبكم فيديو لا تنسوا بأن تبارتجوا مع الزيقات تحكم لايك كوموتر أبونوا قانتاني للمكتج أبونين فعلوا زر الجارس بس وصلكم أي حاجة جديدة حطوها لدعمينا في القناة فضلا فضلا دائما منكم هذا وليس أمل أن نتلاقوه في فيديو آخر إن شاء الله سلام موسيقى موسيقى موسيقى